طبعاً الكل المتابع على مدار اليومين اللي فاتوا يوم الخميس ويوم الجمعة الجلسات بتاعت محكمة العدل الدولية اللي أقيمت بخصوص القضية اللي بتحاكم فيها إسرائيل بتهم ارتكاف جريمة إبادة جماعية في غزة طبعاً من يوم 7 أكتوبر لغاية دلوقتي المدابح والدمار اللي بتعمله إسرائيل في الشعب الفلسطيني وعلي الهيئة العامة للاستعلامات نفت بصورة قاتع أكذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام أحكمة العدل الدولية واللي هي بتقول أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإراثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر طرح أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية ابتداء من رئيس جمهوريتنا ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية أكدت بأن معبر طرح من الجانب المصري مفتوح تماماً بلا انقطاع وأنه مصر طلبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق اتهمته الجانب الإسرائيلي أنهما بيمنعوا تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع ويمكن ده احنا شفناه كلنا بنفسنا لما شبابنا قعدوا بالأيام وناموا في الشوارع علشان يضمنوا دخول المساعدات لقطاع غزة وإحنا حتى استضفنا لولاد وكان بقى أربعتاشر يوم مش بينامو ما بيناموش بنات وولاد وقفوا قدام معهم والعربيات الكبيرة جهية وقفة ومش عارفين يدخل يعني يعني كلام حقيقة حاجة تفرس يعني العالم كله كان بيتابع الأحداث معنا ده غير طبع مش بيشوف مش فيه صحافة وفيه إعلام كانوا بيشوف بيتابعوا ده غير طبعاً إن معبر رفح المصري اتضرب من الجانب الآخر علشان يعني يصعبوا ويعيقوا دخول المساعدات المصرية اللي كانت المتواجدة وغيرها كتير يعني الحقيقة من الشواهر بعد إن كان في بلاد تانية كانت بعتها حاجات عن طريق العريش والعريش وحاجات كده هو ما حدش قدر يدخل يعني شعب المصري معروف طول عمره بمواقفه مع أهلنا في غزة مش أي حاجة ممكن تهز أو تشكك في الموقف ده خصوصاً لو كانت طبعاً صادرة من الكيان الصهيوني اللي بيتفنن في نشر الأكاديب والإدعاءات